هذا اقوى علاج البرودة والألم المفاصل وهششة العظام والله هالبنات حتى رحمه الله تنزل مع هذه الوصفة هذه انا لم تجعلت لما اعطيته ومكينه لما ردتش علي الخبر ورحمة لي الوالدين قسما بالله هالبنات واحد الراحة رحمه الله تنزل مع هذه الوصفة هذه الابنات تجربوها طيروا جربوها قال ليك تعاني من الألم المفاصل في الركبة او في العنق او في الدهار او لا اي منطقة ما فاصل اللي يدين الرجلين اي ملاصة عندك سير يطير ليها تجيبها هذه المكونات وسير يجربوها وقد سيرتها على الخبر مهم لبنات هذه الوصفة ويعرف بزاف 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 رقلين اللي غاي عرفها ويعني مغاي عرف بحقه إلا من اللي مجربها يعني هاس يجربوها وقد سيرتها على الخبر البينات بالنسبة لما تبعدني في الفيسبوك راني انا مكنش عدي نهائيا نهائيا البنات للفيسبوك يعني وحده او لو واحد فاتح صفحه بسمتي ودير لي الوصفه كامله اللي عندي في القناة حاطهم عندهم يعني لبشي تودعي اشهاره او لا شي حاجه ولا جوبكم ولا جوباتكم الله اعلم رغماشي انا البنات ركت دخلوا عندي الانستغرام كنت قولوا لي رح حطيتي الوصفه في الفيسبوك انا البنات رقم ما كنت نهائيا كنحط الوصفه في الفيسبوك بحراء قدرت الفيسبوك وكنت من البنات اللي مابوني في الصفحه في الفيسبوك انشي رح شانيل تبشي البنات السينية وديك القناة يعني راها ماشي انا وهذا ما كان را نحط لكم البنات الفيسبوك ديالي غتشوفو غي الصفحه يعني الصورة غتباليكم وتقابونو معايا وتمكنوا اللي نحط لكم الوصفات قاعد لي عندها نجمسها بالنسبة الصفحه جالي هي هذه البنات نفس الصفحه جالي القنات جالي نفس الصفحه جالي الفيسبوك جالي هل تسيرو تقابونو في اللي نشوف لكم ثم مقد انشي باطب المرد وان شاء الله ستتحيد بالنسبة لبنت الوصفة هي هذه بالنسبة لبنت اللي غايقولو لي اطولت الفيديو هذي غايبت نشرح لكم البنت الحقاش يعني تابونيتي ومعها بزاف بزاف هذه الصفحة وانا نهائيا مكشديرة وانا خافتكم البنت تعطيكم شو وصفة تخرج لكم على الوجه ديالكم وانا تديرو عندها الاشهار وراني ماشي انا اللي بغت تواصل معايا قعدت هنا راسك بشي عندي اه في الانستغرام لي هو انشي راح تري شانيل تري اوفيسيال هذا هو الانستغرام ديالي وتمك غادي نجاوبك شخصيا ومهم هانتوما البنت الوصفة اللي هي سهلة 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 بزف زف اغنحتاجو غيو حد جوجة المكونات اول مكونات اللي غنحتاجو هو سبعة ديال التمرات سبعة ديال التمرات اللي غادي نحيد ليهم النواة ديالهم غادي نحيد دك النواة وغادي نخويها كيما كتشوف وهاد الوصفة اللي بنات قسمان بالله العيد العظيم شوفوا راه اللي قلت لكم اللي مجربها عارف بحقها يعني عارفها بانها السحر يعني هاد الوصفة هادي شنو يعني هاد الوصفة هادي شنو يعني المنافع دياله والفوائد دياله كتتسخن الدات بالنسبة لحتل اللي بات تولد او لا مجربش لالله بغا تحمل تستعمل هاد الوصفة هادي نفس الطريقة باش غادي تدير إلا كان عنده الألم في المفاصل تستعملها للوصفة ديال الحمل يعني ان شاء الله بإذن الله غادي ترزق يعني غادي تحمل يعني هاد الوصفة هادي سخونة يعني كتتسخن الدات يعني إلا كان عندك ألم المفاصل أو هشاشة العظام كتتسخني الدات ديالك من الداخل مهمة البنات كما كتشوفوا أنا دا بحييت نوع ديال التمر كما كتلاحظوا كل نهارة البنات كل نهارة غادي ناخدو التمر اللي عندي غادي ناخد ذك حب برشاد حب برشاد ضروري البنات اللي غنكون منقياه ومسحاه ما نغسلوش البنات غي مسحي بو حد زويف ولا بشي حاجة باش تحيد منو ديك الغابرة حيتي شعركم عارفين البنات إلا غسلناه يعني كي تلقوا داك المادة دياله من الأحسن غي نقياه ومن الحجار ومن طراب ومن بعد مسحوه كما كتشوفوا البنات أنا غادي نعمر قاعد سمايرات اللي عندي كلهم بنفس الطريقة وشوفوا البنات بالنسبة الحب برشاد غاني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد يعني وعر وعر كما قلت لكم البنات اللي بغوا يولدو ما سهلش عليهم الله بغيب هاد الوصفة هذي كيني البنات اللي ولدو بها كي اللي يعني ربي جاب لي مفراج غيب هاد الوصفة هذي الحقش راكت دي قلت لكم مراه عنده واحد سحر اللي هو خطير خطر خطر هانتوما البنات كما كتشوفوا انا دبا عمرت السبعة ديالتمرات كاملين كما كتلاحظوا بالنسبة لنواة ديالتمر البنات الجاية رمضان ما تبقوش تلوحو نهائيا ما تلوحوش يعني قال لي جمع الشيط عضاية مضالتمر تخزنو ما غاكي يخسر متشي حاجه يعني 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 كي قويهم كي كتفهم كي طولهم متشي حاجه ديري جمعهم ديرهم فحط البلاستيكا من نهارة دير الخبز فالفران ديالك ولوحيهم خليهم حتى يتكداو ويتكحالهم وكتجب ديهم وكتبدي وكتبدي تدقيهم راكم عارفين البنات حطيت لكم بزافة الطرق بانا للشعر او للحجبان والشفار كينا اسهل طريقية كتوادي التمر محروق مع زويتة البلدية وكتديرهم يعني الشعر مهمة المهمة كيما كتشوفو هنا على الصباح كيما كتفاقي هذه الفطور ديالك تاخد سبعة ديال التميرات فيها حب برشاد معاكس ديال الحليب هنا البنات انا عندي برد مهمتو ما دفيوه ضروري إلا كان بغيتو تزيدو عليه شوية العسيلة حرة ضروري البنات مع العسل الحر ماشي عسل العادي او لسكار نهائيا هباعدو هذا الشي كامل غير عسل الحر وخلطي وشوربي يعني حتى ان شاء الله يجيب لله الفارج بالنسبة للبرودة وبالنسبة البنات اللي بغاوي ولده بالنسبة الطريقة الثانية البنات هادي لدهن يعني البنات اللي كيعاني من المفاصل يعني ما كنظر شغل على البنات كنظر على خالاتي عماتي جداتي قاعد اللي كتعاني من من المفاصل ما عليك إلا بهاد زويته هادي اللي هي خاطيرة مهمة مهمة حتى يترسل معي القادية سكنجبير هادي من الأحسن ما كانت شطري يأخذوا كارم سوف يكون جديد سكنجبير سكنجبير الخرقم البلدي يعني سكنجبير والخرقم البلدي هذا وعلينا البنات يعني كي عاجل وبرودة كان عندك ألم في الركبة أو العنجة أو المهمة سكنجبير سوف نحن بشيحة بشيحة ضرر وضع كما قلت لكم البنات الخارقم البلدي وسكنجبير يكون جديد يعني مطحون سوف نخلط بشوية زيت العود أو زيت زيت زيتون لا تكون ملحة سوف نخلطها جيد من بعد البنات سوف نخلطها ربع ساعة سوف نخلطها قليلا قليلا ساعة ممكن تستعملها إذا تريد كمية كبيرة وضعها في القراءة سوف تدهني هذه البنات الزيت ما هي الطريقة التي سوف تستعملها سوف تدهني من المنطقة تدهني المنطقة المنطقة حتى تسخن البلاثة ومن بعد تباتي بها الصباح والله هذا المنطقة لا تتحسين به نهائيا هذا ما كان لدينا ونتمنى لكم الشفاء كامل مريضة وإذا ننزل بجميع الفيديوهات اشتركوا اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى